يتزايد الخناق على حزب الله اللبناني مرة بعد أخرى ولكن هذه المرة قد لا تكون كمثلاتها من قبل بالقوة والتأثير إذ ذاهمت قوات ألمانية خاصة مقرات لحزب الله في عدد من المدن الألمانية بعد إعلان وزارة الداخلية في البلاد قرار حضر الحزب وتصنيفه كمنظمة إرهابية فيما شنت الشرطة حملة مداهمات لاعتقال أشخاص يشتبه بانتمائهم له ما قد يخضعهم لعقوبة تصل إلى عشر سنوات وقبل ألمانيا أعلنت الحكومة البريطانية في كانون الأول الماضي حضر حزب الله اللبناني على أراضيها وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية إذ تصل عقوبة الانتماء إلى الميليشيا أو الترويج لها إلى السجن لمدة عشر سنوات ثم لحقت بها جمهوريتا الهندوراس وغواتي مالا اللتان أدرجتا الحزب أيضا على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية هذه الإجراءات الدولية المشددة ضد ميليشيا حزب الله المدعوم إيرانيا تأتي بعد دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو مطلع العام الجاري لدول العالم لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية بعد تاريخ طويل حافل بالدماء والتفجيرات منذ عام 1985 حينما اختطف طائرة كانت في طريقها من أثناء إلى روما كما يشير الخبراء وكان لحزب الله ولا زال تأثير خطير في الملف العراقي فيده الطولة لم تكن بعيدة عن تشكيل حكومات العراق المتعاقبة عن طريق محمد كوثراني ممثله في العراق والمسؤول عن نشاطاته المسلحة والمالية كما لم يكن حزب الله بعيدا عن عمليات التهجير والإبادة التي تعرضت لها مدن عراقية أبرزها جرف الصخر شمالية بابل وتحكمه بملف هذا القضاء وفقا لما كشفه رئياد علاوي الضربة الأقوى لحزب الله تكمن في تجميد أصوله المالية وبدأت بوادره في ألمانيا فالقرار الجديد بحظر حزب الله من شأنه تجميد أصوله المالية في أوروبا وهو ما قد يكون الضربة القاصمة له كما يرى مراقبون